معارك الحيوانات دائما ما تتضمن مفترسا وفريسا مفترسا غالبا ما يمتاز بالقوة الشديدة وفريسة أقل قوة وقدرة على المراوغة والقتال ولكن في النهاية تكون هذه المعركة ممتعة للغاية فجميعنا يعشق عالم الحيوان ويتابع دائما مشاهد الافتراس والمعارك الشديدة بين الحيوانات ولمتابعة أفضل وأقوى مشاهد افتراس الحيوانات تابعنا من خلال الاشتراك وتفعيل الجرس نعرض لكم اليوم مشاهد عن افتراس الذئاب والثعالب للحيوانات مشاهد من أقوى مشاهد الافتراس في عالم الحيوانات المفترسة هذه الغزالة المسكينة تحول العرب من الثعالب الشريسة المفترسة التي تحول التهمها في وسط المياه فالثعالب حيوانات مفترسة دائما ما تنتهز الفرص مجتمعة للهجوم على الحيوانات والزواحف والطيور الافتراسها فالثعالب من الحيوانات الآكلة للحوم فهو لا يترك مجالا للغزالة لكي تهرب فينقض عليها في وسط المياه ليجعل الغزالة تهرب في اتجاه الشاطئ فتقوم مجموعة الثعالب كاملة بسحبها خارج المياه والتهامها وهي حية فالثعالب تنهش في الفريسة حتى تموت كما في هذا الفيديو هذا الفيديو مؤسف للغاية حيث نرى مجموعة من الذئاب الشريسة وهي تحاول افتراس صغير حيوان الموض وهو غزال أمريكي من عائلة فقارية العنق ويوجد دائما في أمريكا الشمالية وآسيا وغالبا ما يفضل العيش في الغابات والمستنقعات تحاول أمه أن تدافع عن صغيرها من أنياب الذئاب المفترسة فالذئاب حاصرتها هي وصغيرها حتى لا تستطيع الهرب من أي مكان في البداية يصمد حيوان الموض في الدفاع عن صغيره ولكن قوة وشراسة الذئاب كانت أقوى لتسحب الموض الصغير خارج المياه وتفترسه أمام أعين أمه جزيس قوة وشراسة اشتركوا في القناة وهي حيوانات سريعة وكثيرة التنقل حيث تصل سرعتها الى 16 كيلو متر في الساعة وكما نرى في هذا الفيديو المؤلم الذي تم تصويره في تنزانيا حيوان ابن اوى وهو يفترس صغير النو بطريقة موحشة للغاية فهذه الحيوانات الشريسة لا ترحم ضعف الحيوانات الاخرى تنهش في لحمها بقوة وصغير النو يحاول الهرب ولكن بدون فائدة وننتقل الى فيديو اخر للثعالب وهي تفترس غزالة فالغزلان دائما ما تكون وجبة سهلة للحيوانات المفترسة مثل الاسد والنمر والفهد الصياد وغيره من الحيوانات ولكن هذه المرة تفترس الغزالة من الثعالب الشريسة اما في هذا المشهد نرى الثعلب ينقض على الغزالة ممسكا برقبتها وضغطا بانيابه القوية بقوة حتى يفقدها حياتها ويبدأ في افتراسها دون مقاومة بينما تقف الغزلان وسط الزراف وقطيع الحمار الوحشي في سلام تام على النهر تشرب وتروي عطشها اذا بالثعلب تأتي مسرعة لتفترس من قطيع الغزلان ما تشاء الغزالة الضعيفة تحاول الغرب من اخر بركة المياه لتجد الثعلبين بانتظارها منقضين عليها كعادتهم واحدا يفترسها من راقبتها لتموت والاخر ينهش في جسمها دون رحمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا اعجبكم الفيديو من قناتنا فلا تبخلوا علينا بالاعجاب والاشتراك في القناة ولمتابعة كل جديد فعل جرس الاشعارات